اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء الراي وحديث عن آخر التطورات في ساحة السياسية ضيفنا اليوم السيد والنائب مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة حياك الله سلام بارك يا مرحبتين حياك كيف بداية كيف قرأت كلمة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في الأحداث الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية أشارك لكم هذه الاستضافة وأعتقد التصريحات الأخر رئيس المجلس مرزوق الغانم أعتقد تصريحات جاءت بوقتها فعلا وتصريحات ردت على كافة التساؤلات اللي كانت موجودة ومطروحة بصفة رئيس المجلس يعني يتحدث باسم المجلس وجاءت تصريحاته متوافقة مع أغلب تصريحات النواب اللي تحدثوا في هذا الشأن وطبعا يمكن هو كان له تصريحات في البداية بداية الموضوع لكن المؤتمر الصحفي جاء أكثر يعني توسعا في حتى الرد على بعض الأمور اللي كانوا والناس يعتقدون هناك تقصير من المجلس المجلس ما كان لأي تقصير في هذا الأمر بالعكس جميع الخطوات اللي ممكن تتخذ سوريا اتخذت وستتتخذ يعني وأعتقد يعني تصريحات الأخ الرئيس جامعة مانعة في وقتها المناسب طيب هو أكد في تصريحاته أن القول الفصل في أي موضوع هو للقضاء الكويتي تصريحات المسؤولين يجب أن تتسم بالحكمة والمسؤولية الوطنية بعيدا على التهور والانفعال ونحن في دولة مؤسسات وكل من سيثبت تورطه في التعرض لأمن الكويت سيحاسب ونحن في ظل وضع إقليمي خطر ويجب أن تكون تصريحات منسقة مع السلطات العليا والسلطة التنفيذية كل هذه تمثل رؤية المجلس هل هناك توافق عام مع هذه النظرة أو الكلمة لمرزوق الغانم سيد مرزوق الغانم أم أن المجلس منقسم فعلا كما يقال لا لا طبعا لا يوجد انقسام في هذه قضية مصيرية يعني الأخ الرئيس لما تحدث فعلا مثل ما قلت قبل شوية هذا هو الحقيقي المجلس لا يمكن أن تكون تصريحات سواء الرئيس أو أخوة النواب بعيدين عن المصلحة العامة بالعكس الذي حصل جميع النواب صرحوا وعلى رأسهم الأخ الرئيس تعاملوا مع هذه القضية بحساسية أو بتوازن معين لأن هذه القضية حتى مثل ما ذكر الأخ الرئيس قضية أمنية وسياسية في نفس الوقت وانتقلت الآن أصبحت قضائية يعني هذه الثلاث المراحل المرحلة الأولى كان فيه تحريات وكان فيه رصد من الأجهزة الأمنية على مدى فترة حسب ما سمعنا بعد الكشف عن هذا الأمر الخلية وإحالة الموضوع للقضاء طبعا في البداية النيابة العامة والنيابة العامة جزء من القضاء و تم التحقيقات بطريقة صحيحة و قضائية و أعتقد أنه والله الحمد للكل يعني يشيد في قضاءنا العادة سواء مرحلة التحقيق في النيابة أو في الأحكام أعتقد راح يوفر لكل المتهم في هذه القضايا هذه القضية و لغيرها راح يكون عنده الحق في أن يدافع عن نفسه فأعتقد مثل هذه القضية اللي أعتقدها قضية هامة و حساسة في مثل هذا الوضع الإقليمي الذي نحن فيه من الأمر الطبيعي نتعامل معها نواب الأمة بكل حصافة و بكل توازن و اقتدار حتى لا يكون هناك تفريط في مصلحة التحقيق حتى لا تكون هناك ردود أفعال و يجب أن يبعد هذا الأمر عن مسألة التراشق الطائفي يعني نحن بغض النظر عن مذهب من قام في هذه الجريمة الآن تحت القضاء سواء من أي مذهب نحن مثل ما أنت شايف و قبل فترة تسفجير مسجد الصادق أيضا الموضوع أمني سياسي و من ثم قضائي دائما نتعامل معه في هذه المراحل بكل مسؤولية و اقتدار و أنا أطلب من أخواني النواب و من كل السياسيين الموجودين على الساحة أن لا يستغل هذا الأمر في غير محلة هناك رؤية موحدة من المجلس رؤية موحدة و كنا نطالب بمعاقبة من أساء لوطنه و لوطنيته سواء ارتبط في الخارج أو حتى يعبث في الداخل لا أحد يقبل على هذا الوطن الخير هل هناك ردة فعل من النواب تجاهها بعض النواب من يثي أو يصرح تصريحات فيها بعض من الإثارة أو الدندنة على الوتر الطائفي طبعا هذا مرفوض الخلية إذا نسبناها إلى حزب معين فأعتقد أن هذا الأمر لا علاقة في المذاهب و إذا نسبت حسب تحقيقات النيابة أو تقرير الاتهام الذي نرى و النشر و راح للقضاء من النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل إلى القضاء و نسبت إلى دولة فأعتقد أن التعامل مع هذا الأمر بأعلى مراتب المسؤولية و لا يكون فيه استقلال لأي طرف ضد طرف لأن هذا أمر مصيري يتعلق في مستقبل الأمن البلد طيب في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها في الكويت و المنطقة الخليج في التفجيرات في السعودية و تفجيرات في المحرين أن الملف الأمني يفرض نفسه على الواقع و هناك تحديات كبيرة تجاهكم كأعضاء مجلس أم و تجاه الحكومة أيضا كأداة تنفيذية في البلد الملف الأمني كيف ترى تعامل الحكومة مع هذا الملف و دورها في القبض على هذه الشبكات أو المخربين أو التفجيرات التي في مسجد الصادق و غيرها؟ طبعا لا يوجد شك أن الحكومة أو ممثلة وزارة الداخلية هي المعنية في هذا الأمر أعتقد أن لقاء القبض و كشف الأسلحة و كشف المتفجرات هذا أمر يشكرون عليه وأيضا و أنا صرحت في هذا الأمر هذا بعد ما يعفي الأجهزة العمنية من مسؤولية التحقيق في كيف وصلت هذه الأسلحة و كيف تضخمت إلى هذه الأعداد الرهيبة و أنا صرحت في هذا الأمر و أتمنى أنه ليس فقط نشيد فقط في إجراءات القبض و الكشف هذه يعني يشكرون عليها لكن كيف نحن آمنين في بيوتنا و عندنا أسلحة مكدسة إلى هذا الأمر وين وزارة الداخلية و أين شكرا؟ هل أنت راضي عن أداء وزارة الداخلية؟ أنا أقول لك في نقطتين النقطة الأولى مدام كشفوا عنها مشكورين لكن لماذا تكدست؟ وين الأمن؟ على الجمارك؟ على الحدود؟ على البحر؟ على المنافذ؟ على المطار؟ بالمناسبة للمطار أنت تسمعونها اليوم و أنتو اليوم و رأي عندكم بالصفحة الأولى يعني خبر في قمة الإزعاج للكويتيين كيف يمكن أن الناس تطلع و هي مطلوبة للعدالة؟ فهذه الأمور لازم وزارة الداخلية تفتحينها تحت رقابة المجلس مجلس الأمة لا يوجد شك أن يدعم الأجهزة الأمنية و يدعم جميع أي وزير يعمل صح نحن ندعمه لكن عندما نرى تقصير ستكون هناك أسئلة و ستكون هناك محاسبة أخصص السؤال بأكثر دقة هل أنت راضي على أداء الوزير الشيخ محمد الخالد؟ بالحوادث الأمنية التي حصلت من مسجد الصادق إلى اليوم أعتقد أن أداءها موفق حتى يمكن الناس يقولون الاختراق داعش داعش يعني تنظيم إرهابي و لا أدري كيف نطلع بهذه القوة و الحجم و التأثير لكن في مثل الحوادث التي رأيناها في مثل الدول الشقيقة السعودية و البحرين لما يصير الحادث الأول في الكويت لا نستطيع نلوم ذاك اللوم لكن المحك هو لا سمح الله لا تتكرر هذه الحوادث الآن عرفتوا يا وزارة الداخلية عرفتوا ما طريقة هذه التنظيمات الإرهابية بالضبط عرفتوا ما نزل و راح و فجر فيفترض تكون كل الأمور المشبوهة مرصودة في الداخل و حتى في الخارج و أيضا موضوع كشف خلية حزب الله و نسبتها إلى إيران أعتقى عفوا بس خنوضح النقطة هذه يعني هذه ليست أشياء جديدة علينا هذه الجماعة بالذات من الثمانينات كانت فيها تفجيرات عندنا فيفترض إحنا ما حديثي تجربة مع هذه التنظيمات لا تنظيم داعش و لا حزب الله يفترض أجهزتنا الأمنية عندها يعني تراث كامل من التعامل مع هذه الأجهزة حتى لا تتكرر يعني إحنا مثل ما قلت لك أنا أرضي نفسي إذا قلتك والله يمكن الحادثة الأولى حصلت مثل ما حصلت في دول كثيرة دول كثيرة ولها تشديد أمني لكن الثانية لا فمعنات أنه فيه تقصير طيب الملف الأمني هذا يحتم عليكم كلجنة تشريعية في مجلس الأمة أن تكون هناك تشريعات مواكبة لما يحدث لأن أعطأ يعني أو خنا أرد لك بالسؤال مرة ثانية هل تجد أن هناك في قصور تشريعي في التعامل مع المنظمات الارهابية أو تحتاجون إلى تطوير في بعض الأطور التشريعية للتعامل مع هذه التنظيمات طبعا لا يوجد قصور تشريعي يمكن أن يوجد جزئية وحيدة و تم تلافي هذا القصور و صدر القانون في أواخر دول العقاد الماضي وهو قانون الفحص الجينات الوراثية الـ DNA هذا الذي جاء بسرعة و عقدنا في اللجنة التشريعية مع الحكومة جلسة هامشية على هامش الجلسة في اللجنة التشريعية و أقريناه و أخذ أعتقد إجماعا للنواب المجلس الأمة مع الحكومة فهذا القانون سد ثقرة اللي هي التعامل مع أثر المجرم في الجريمة و حصلت في مسجد الصادق لكن فيما عدا ذلك أعتقد أن التشريعات الكويت مستقرة في هذا الجانب تجدها كافية في التعامل إلى الآن طبعا إذا الحكومة عندها من الممارسة العملية عندها تصور معين على جزئية معينة في تشريع معين تتفضل فيه تقول لنا مثل ما قالوا لنا في الديان قالوا نحن وجدنا فيه تقصير فنحن نتلافين هذا التقصير لكن الحكومة هي الأخبر عن سد النواقص البنية التشريعية في الكويت الأمنية جيدة مقارنة في دول أخرى لكن أي أمر ترى الحكومة نحن نستعد نناقش فيه و نرى إذا هذا صحيح يسد الثغرات أو للأسف لا ممكن يقلص الحريات لأننا الأمن أنت عارف هذا أمر أساسي لكن أيضا ما نبي يكون في المواطن العادل ما نبي يزعج أو ما نبي تقلص الحريات طيب تفضل فيها النقطة النقطة مهمة أن بعض من الشطاء السياسيين يعني يتحسسون من هذه الأمور فهناك صوت تنادي أن لا تكون التفجيرات و الوضع الأمني الإقليمي في خطر و ينعكس هذا على تقليص و تعدي على حريات المواطنين هذا أمر مهم و حدث في أكثر من دولة قانون طوارئ في دولة معينة و تعدي على حريات بعض المواطنين هل أخذتم هذا بعين الاعتبار؟ طبعا هذا شيء معمول فيه من عشرات سنة و أنا لما ذكرتك في مرحلة الثمانينات كان في مجالسهم مجلس 81 و مجلس 85 و حصلت حوادث كثيرة حوادث أمنية لدرجة من خطورتها اعتداء على موكب صاحب السمور رحمة الله عليه الشيخ جابر لحمد هذا الموضوع طبعا مثل ما تقول خط توازن نحن كنواب ما راح نسمح بتقليص الحريات التقليص الضار ولا راح نعطي تهاون في تطبيق الأجهزة الأمنية لمهماتها و هذا معمول في كل دول العالم أكثر الدول حرصا على الحريات في الدول الغربية و أمريكا بالذات فرنسا و بريطانيا فيه أمور يعني يكونون حذرين فيها حتى لا يكون هناك ضرر أو ازعاج المواطن حسنية اللي ما لعلاقة لكن إن حصل أي شبهة حتى في القانون القانون يعني مرات يعطي مثلا حتى النائب عنده حصانة لكن الجريمة المشهودة خلاص ما تقدر أن تتعذر في حصانتك و الناس قاعد تشوفه قاعد تجرب فنفس الشيء أعتقد الأجهزة الأمنية عندها القوانين واضحة و إن شاء الله يكونون يعني على قد المسؤولية في تطبيقها في أخذ الحكمة من قوانيننا قوانيننا يعني من أواخر الخمسينات و بداية ستينات و الآن اللي حدثت جميعها يكون فيها توازن بين حرية الفرد و بين المصلحة العامة ما نبي تكون أحد هذين الطرفين على الحساب الآخر نعم طيب يعني الآن ندخل في مواسم تجمعات يعني مثلا محرم و غيرها من التجمعات التي تحتاج وضع أمني مختلف عن الأوضاع العادية هل يعني مجلس الأمة يأخذ بعين الاعتبار هذه المواقف و هذه المناسبات لعناصر الشعب يعني يطلع مجلس الأمة أو يستخبر من وزارة الداخلية عن إجراءاتها و عن دورها في هذه المواقف طبعا نحن يمكن هذه نقطة زين ذكرتها لأن الآن محرم الجاي راح يكون يعني في ظروف يعني أسوأ من العامل و خاصة بالضبط يعني الحادثين اللي حصلوا مسجد الصادق و الخلية الإرهابية راح تزيد المسؤولية على الأجهزة الأمنية نعم نحن في مجلس الأمة بالعكس يعني نتمنى يكون في هذه الفترات بالذات حتى لا يكون فيه انعكاسات خطيرة على الأمن العام وأعتقد أن فيه ضوابط حصلت في السنة الماضية لما حصلت بعض الحوادث يمكن في وقتها بسيطة نسبة إلى الحادثين الأخيرين فأعتقد أن فيه ضوابط راح يتم العمل فيها بطريقة أفضل يعني لا حد ما حد راح يبخس حقه في ممارسته لمعتقداته لكن في نفس الوقت الوضع الآن يعني يحتاج أن نفتح عيوننا أكثر نتحفظ أكثر يعني نضاعف الجهد تجد أن الملف الأمني سيأخذ يعني مساحة مساحة نقاش كبيرة في مجلس الأمة في دور العقاد القادم بالضبط وإن شاء الله ما يحدث ما يعكس في المجتمع لكن أقول لك أن الأمن هو الآن الهاجس الأول نعم على سلطتين يعني طيب أنا راح تكلم معاك عن الاتفاقية الأمنية الخليجية ولكن بعد الفاصل فاصل مشاهدينها ونواصل أرجع معك سادة مبارك في موضوع الاتفاقية الأمنية الخليجية أين وصلت دراستها في اللجنة التشريعية طبعا الاتفاقية الأمنية كانت مثل من تعرف يعني من عشرات سنين موجودة على أكثر من سبع ثمان مجالس عدوا على البلد نحن في المجلس الحالي تم في إنجاز تقرير من اللجنة الشؤون الخارجية قبل يمكن سنة ونص نعم وراح المجلس ورأوا الأخوة في المجلس يعني بقرار المجلس إحالتها عندنا في اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة الدستورية طبعا أنت عارف لما واحد يتكلم عن الاتفاقية الأمنية سيكون في انتقاد أن هذه تخالف الدستور 62 علشان نحن نوصل حق دراسة يقرأها كل واحد سواء قانوني أو مقانوني يوصل لقناعة معينة الآن لما تقدم للاتفاقية يمكن المختصين يفهمون بعض الغموض لكن الناس العاد يقول لا من أقراها هذه ضد الدستور الكويتي فنحن نضع دراسة دستورية قانونية من فقهاء دستوريين وناس لهم الخبرة في معالجة تفسير هذه الاتفاقيات لأنها تتعلق في القانون الاتفاقي الأمنية أولا تدرسها من ناحية دستورية ومدى تعارضها أو تطابقها مع القوانين الموجودة خاصة قوانين الجنائية قانون 16 أو قانون الجراءات الجزائية أكثر تعارض سيكون مع هذه فنحن الآن صدد أعمال تغرير حتى يوضع أمام نواب لم ننتهي لم ننتهي لأن المسألة لا سهلة طلعت عليها طبعا لأطلاع عليها كالمواد هذه من الزمان ونعطينا فيها رأي ابتدائي لكن لا نستطيع نجزم حتى نخلص من هذه الدراسة رأيك أبي رأي ابتدائي شوف ما هي الاتفاقية جميع موادها لا أعتقد في تعارض مع دستور الكويت لا أعتقد فيما يتعلق بالتسليم متهم أو محكوم أو لا زال في طور الاشتباه هذه تحتاج الدراسة حتى نصل لقناعها مع أو ضد يعني أنا يمكن أتكلم على من استوى شخصي أنا متى لم أقتنعت في الاتفاقية الأمنية سأأيدها بدون مجاملة لأحد وإن لم أقتنع فيها سأعرضها بدون رضوخ لضغط من أحد هذا أعتقد المفروض أكثر النواب سيكون في هذه الطريقة لكن يجبون أرضية يجبون شيء يقرون كتفسير حتى تعرف أكثر العشرين مادة هي عشرين مادة طبعا هناك مادة جاءت بعد تعديلات التفاقية صيغتين الصيغة القديمة كانت مرفوضة جملة متفصيلة من الكويت لأنها فيها انتهاك صارخ دخول الدوريات المطاربة لا عن الدخول لا كان إشارة لوضعك الداخل لا كان إشارة لدستورك اليوم المادة الأولى تقول وهذا الذي عطت ارتياح أكثر للكويت بدأت الاتفاقية تصبح متوافقة أكثر المادة الأولى اللي يقول اللي فيها من ضمن المفهومة أن يكون عمال هذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع الدستير الدول الموقع عليها يعني إذا عندك محظور هنا تحتاج دراسة وتحتاج تعطي تعليق دستوري صحيح إذا عندك محظور في الكويت يتعارض مع الاتفاقية هل نرفض أم نتحفظ أم ماذا يعني كثيرين يقول كيف هل تقدر تقول أو لا المادة الأولى الآن كمسوة قانون تعطيك أنك لا يا أخوان أنا هذا الوضع لا أقدر أدخل معكم فيه لأن عندي تعارض مع المادة كذا في الدستير لأن هذا عطيتنا لكن نحتاج أن نضع هذا في تقرير و سيكون التقرير منشور للنواب و لجميع المراقبين و لجميع المواطنين حتى يكون التصويت عليها أكثر اطمئنانا لكن كان هناك أكتل و قال أن الاتفاقية الأمنية في ظل هذه الأوضاع الراهنة ستقر بمرسوم ضرورة هذا خطأ أمانة يعني الذي صرح أن مرسوم ضرورة أعتقد أنه ليس صحيح الأمر هذا ولا طرحة الفكرة نفاهل السيد مرزق الغانم على فكرة نعم سمعت هذا النفي هذا صحيح ما كان فيه فكرة نهائية لا مرسوم ضرورة ولا دور العقاد طارئ كانت يقولون استعجلوا فيها نحن ما عطلنا لكي نستعجل فيها و أنا صرحت لديكم في الراهنة الثاني يوم قلت لا تعجيل ولا تأجيل اتفاقية الأمنية سائرة عندنا بالتشريع على حسب الوضع السليم حتى تكون دراسة وافية وجامعة مان هناك الاتفاقية الأمنية الآن يعني لما نقرها في مثل هذه الظروف على وجه الاستعجال أعتقد راح تكون أغلب قرارات النواب بالموافق أو بالرفض لأنك عندك احتمالين راح تكون ردة فعل و نحن ما نبي أمر مصيري اتفاقية مهمة للغاية أعتقد أهم اتفاقية توقع عليها كويت بتاريخ السياسي هذه الاتفاقية ما نبي تجي نتيجة ردة فعل على حادث أو حادثين الحادث والحادثين إن شاء الله ما يتكرر لكن ما نبي نستقدم أو نستعجل أمر أو نؤجله نتيجة هذه الحوادث لأن التبعات على مستقبلنا الأمن والسياسي خطيرة للقاية إلا لما تكون وافية و تكون دراسة مطمئنة لنواب الأمة و عندها كل واحد من النواب يتحمل مسؤوليته يوقع بالموافقة أو يسوت بالموافقة أو بالرفق و يشرح للناس لماذا وافق و لماذا وافق طيب أنا يعني الآن أنت كرجل قانون هناك تخوف من كثير من المواطنين من الشطاء السياسيين يقولون أن هذه الاتفاقية الأمنية تحد من حريات المواطن يعني مثلا أنا أعطيك مثال في مادة ثلاثة يتم الجام كل دولة بتطبيق قوانينها المحلية ضد مواطنيها أو غيرهم ان تدخلوا في الشؤون الداخلية للدول الأطراف في هذه الاتفاقية يعني لو أحد انتقد دولة من دول الأعضاء انتقاد عادي يمكن هذه الدولة ترى أن الانتقاد ممنوع جملة تفصيلا لكننا عندنا هنا مناخ سياسي و حرية أكثر من الدولة الثانية إذا نرجع للمادة الأولى في الاتفاقية التي تقول يكون عمال هذه الاتفاقية نتيجة بالتوافق مع دستور كل دولة إذا دستوري أنا بالكويت يعطيني حرية الانتقاد و حرية رفض أي أوضاع معينة أو انتقدها بالعكس في الحالة هذه الاتفاقية المفروض لا تسحب مني هالميزة و تقولي لا لا تنتقد لكن نرد و نقول هل هو انتقاد أم سب أم تشفي أم سخرية هو اعتقد وصل و تصلها في المادة الثالثة قال أن جريمة سب أو قذف لرئيس أي دولة يعتبر جريمة في القانون الكويتي يأخذع تطبيقها الإعلام الخارجية لكن الانتقاد بالكويت نحن لا نتفرد فيه كحريات عامل المواطنين و يرتكز ارتكاز كامل على دستورنا و نحن لدينا تراث سياسي معين و لدينا أوضاع اجتماعية سياسية معينة أعتقد أن الاتفاقية يجب أن لا تسحب منه هذه المكتسبات لكن الاتفاقية جعلت أن مثلا سب أو شتم أي رئيس من رؤساء الدول الأطراف أمر ملزم للدولة في اتخاذ الإجراء معه أخي محمد قبل الاتفاقية قوانينك الآن هناك أشخاص يعاقبون بمحاكم الكويت وزارة الخارجية بناء على طلب أو ثلاث أو أربع حالات الآن في المحاكم الجنائية نحن يحاكم سواء من نواب سابقين أو حاليا يحاكمون على سبهم لرؤساء الدول من قبل أن نوقع الاتفاقية لكن أنا أتكلم مع الانتقاد يفترض نحن لا نفرط في حرياتنا وأنا أقول لك نقطة طرحنا حريصين على مكتسباتنا الشعبية التي حققناها من عشرات السنين وتمثلت في دستور 62 والممارسة البرلمانية من أكثر من 53 سنة هذا الحرص سيجعلنا أمينين على الاتفاقية هل توافقنا أو لا توافقنا إنوافقتنا سنقول لماذا ولم توافقنا سنقول لماذا حتى في الدوانيات مرسوا ناقشهم يقول ما أنت تقول عدلوها أنت مو طرف بروحك خمسة غيرك لا بالعكس إخواننا في الخليج قاموا بإدخال بعض التعديلات في الصيقة الذي وصلنا الوضع الآن الذي أفضل من الوضع السابق الذي يضعونا المادة الأولى أنها لا تتعارض مع تطبيق السلوك الوحل وقتها لم يكن إشارة ساتيرها المادة الثالثة كانت تشمل جريمة سب أو قذ الأسر كانت تشمل بعدين قلنا وصلت إلى رئيس أهم نقطة المادة الأولى أنا أدعو كل أخوان يبناء الشعب الكويت يقرون المادة الأولى ونرى التطور الذي حصل قبل 20 سنة لم يكن موجود هذا التطور حصل من 2010 و2011 يعني هم حريصين أن الكويت تدخل دون أن لا يكون هناك تقليص لحريات شعبها وهذا الحرص يجعلنا نبحث هذا الأمر بكل أمانة لكن أنت بارك تخوف سيد مبارك أن طلب معلومات يطلب عن أي شخص في الدول الأعضاء غير مشروط حتى لو لم يفعل جريمة الدولة تطلب معلومات كلها هذه الأمور لا نقبل بها لا نقبل بانتهاك خصوصيات المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج حتى في الداخل ترى في معلومات محصنة سواء الوضع الصحي الوضع المصرفي يعني أمور كثيرة في الخارج أيضا نفس الشيء أنا يعني بس خليني أختم هذا الأمر هذه الاتفاقية يجب أن تعطى من الدراسة بالأهمية حتى نوصل إلى صيقة أما نوافق عليها ونحن مقتنعين أو نرفضها ونحن مقتنعين لا ننجر إلى يعني أوضاع معينة ولا نبي في نفس الوقت نتخلى عن دول الخليج إلا إذا وجدنا أن هذه الاتفاقية لا يمكن أعمالها فأعتقد أنه وقتها لأخواننا في الخليج سيكون فيه تعديلات مصالحنا أو سيعفوننا من الدخول فيها فهذا الأمر مسؤولية مجلس الأمة وأنا قاعد أقول اليوم قلتها كذا مرة ويمكن حتى الأخ الرئيس سرح فيها مرة أن قدر هذا المجلس أن ينظر أمور كبيرة كانت مهمة و متروكة يعني الذي اليوم من أعضاء المجالس السابقة يشنع في الاتفاقية وما يريد أن يناقشها يرفضها دون النقاش أنا أقول لك كل واحدة لماذا لم أجبتها في مجالسكم ورفضتها لماذا خلتوا الأمر معلغ إلى نحن نحن سنمارس دورنا بكل أمانة و اقتدار أما الموافقة دون ضغط أو الرفض بدون ضغط الضغط في مثل الأمور المصيرية هذا على النواب الأمة مرفوض كل نائب يجب أن يمارس أعماله بالأمانة و الصد و يكون واضح و صريح أمام جمهوره و ناخبي فهذه قضية مصيرية هل ترى إذا تميت دراسة هذه الاتفاقية الأمنية و جاءت على ما يتوافق مع القوانين الكويتية هل تجد أن مصلحة الكويت الدخول في مثل هذه الاتفاقيات إذا لم يكن معارضة مع الدستور القواني الكويت الكويت وقعت عشرات الاتفاقيات مكافحة الإرهاب في اتفاقية أو في اتفاقية تسمونها اتفاقية الرياض و اتفاقية أظن السلام بال كثير من الاتفاقية الكويت دخلتها لكن هذه فقط علقت لأن فيها شبهة تعارض مع الدستور نحن مسؤولين الآن عن إزالة هذه الشبهة أو تثبيتها تؤيد أن الكويت تدخل ضمن مجاميع قوة لكي تتغير موازين النظرة لدول الخليج الكويت داخل الآن الكويت الآن عضو فاعل في منظمة الفاعلية استفدنا منها أول مستفيدين في غزو العراق الكويت سنة 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 ثمانية و من صالح الكويت أن كلها منظومة غليمية و الأرضية موجودة مشكلة الاتفاقية الأمنية تداثل حتى لو لم يتم اتفاق ليس هذا معناتها نبعد عن أخواننا خليجي أقرب التكتلات الغليمية لنا و أنتعارف أمنيا و اجتماعيا و حتى اقتصاديا و التشابة و التداخل معهم في كل الأمور حتى في الهيكل الأنظمة و في أنظمة الحكم لكن نحن نرى أن عندنا مكتسبات دستورية شعبية ما راح نفرط فيها و هم إن شاء الله بعد يقدرون هذا الأمر مثل ما نحن حريصين عليهم و هم أيضا حريصين علينا طيب هناك من يدعو يعني إلى رفض الاتفاقية الأمنية و الدعوة إلى كونفدرالية خليجية ما رأيك طبعا هذا مثل ما قلت لك مساء الحديث كثير من الناس تحدثوا عن هذا الأمر دون معرفة ملابساته يعني لما تدعي كونفدرالية يفترض أن النظام الأمني كله موحد ما فيه أمر تقول أنا عندي كذا و أنت عندك كذا كونفدرالية خلاص الجيش والأمن و أنظمة تحقيق بالضبط فمن يدعو لهذا الأمر أو حتى اليوم لو ترد تسئله سؤال واضح عن التفاقية قال أرفضها بدون ترى أنا والله لو يرفضها بعد دراستها بالعكس هذا رأيه و نحترمه مثل ما فلان يوافق فلان يرفض لكن أنا اللي أدعو له لحد يعطي رأيي مسبق نتيجة أن المجلس الحالي قاعد يناقشها فأنا لأني رأيي مسبق في هذا المجلس فأرفض كل ما يناقش هذا مو صحيح هذا أمانة يعني يبخس النواب الأمة و يبخس الشعب الكويتي الذي صوته و حقها النواب هذين ترى النواب جاءوا بنفس الطريقة التي أنت جيت فيها الذي الآن قاعد موقفك مسبق من هذا المجلس و من كل إنجازاته لا تراها إنجازات لأنه موقف مسبق فنقول نحن جين في نفس الطريقة التي جيت فيها انتخابات حرة و عامة و صوتهم لنفس الشعب الكويتي فأتمنى أن الناس تتقي الله سبحانه في بلده موضوع الكونفدرالية الخليجية تجد أن الكويت لا نحتاج في المنطقة إلى كونفدرالية خليجية نحتاج فقط اتفاقية أمنية تنظم العلاقات بين الدول الكونفدرالية إذا عرضت بطريقة لا تتعارض مع دستورنا أنا شبهها بالاتفاقية الأمنية نحن بالعكس في الكويت ما رح نكون يعاقة دول خليج عن تتحد أكثر بالعكس هذا أمر يفيد حتى في المنظور و مستقبلي أكثر لكن ما هو الكونفدرالية الكونفدراليات ترى أنواع خلي الفدرالية نتكلم عن كونفدرالية اللي هي اتفاق أقرب له مع خصوصيات كالدولة هذه خصوصياتنا نحن خصوصياتنا عندنا دستور و عندنا حريات و عندنا التراث برلماني نيابي فإذا تم الحفاظ على هذا التراث و الدستور نفسه دون خروقات ما عندنا مشكلة في الكونفدرالية ممتاز بيتكلم معك عن العجز في الميزانية ولكن بعد الفاصل فاصل مشاهدين و نواصل أستاذ مبارك دعوت و طالبت الحكومة في موضوع العجز إلى تصحيح للسياسة للإنفاق و تصحيح هذه المصاريف التي تضاح الحكومة أمامكم في مجلس الأمة في نقاشها لميزانية الأعوام بعيدا عن قوت وجيب المواطن هل تجد أن الحكومة فعلا أدت هذا الدور و لديها سياسة واضحة في مواجهة العجز والله شوف للأسف هذا الكلام يعني كل واحد يكون في موقع مسؤولية خاصة النواب أعتقد يعرفون هذا الأمر الحكومة للأسف لا لديها رؤية مالية واضحة لمعالجة هذا العجز لذلك أنا صرحت و طلبت من الحكومة يكونون أكثر جدية في معالجة العجز بعيدا عن المواطن لماذا؟ لأننا لا نعالج أخطاء الحكومة و نقطعها على المواطن الذي لا يحوله ولا قوته يعني ما ذنب المواطن يمكننا خفاض سعار البترول لكن هناك ملاحظة نحن من متى عندنا فوائض من 2003 نعم وصلنا للعجز 2015 يعني 12 سنة فوائض من أول سنة عجوزات أذهب أمسح كل هذه الفوائض يفترض إن شاء الله أنه لا يصير لكن يفترض لو استمر العجز 12 سنة جدام لا لدينا مشكلة لأن عندنا فوائض بعض الفوائض كانت تقريبا 50% من الميزانية كانت ميزانياتنا تقريبا 11 وكان فيه 6 و 7 فائض فالفائض كان يفترض أن الحكومة استفادت منها الاستفاد الاستفادة حق الأيام العجوزات على قرار 7 عجاف و 7 سمان فيفترض لكن من أول ما نزلت للسعار البترول شفنا بعض التصريحات من الحكومة تصريح محمد العبدالله أعتقد في 7 نوفمبر 2014 قال السكين وصلت إلى العظم وزير المالية أنس الصالح قال أن كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قال أن ميزانية الدولة تحقق عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 99 2000 طيب الحكومة لو ستخطو خطوة في مجال تصحيح الوضع المادي للدولة أين المجالات التي يمكن تقنن مصاريفها؟ أولا وقف الهدر وترك المصاريف غير الضرورية من الأجهزة الحكومية ومن المخصصات ومن مكافآت المسؤولين الكبار والأمور هذه أنت عارف كلها والوفود التي لا يوجد ذلك الحاجة لها المهرجانات والمعارض التي تقلص لديك أبواب كثيرة تقلص منها أنا ذكرك في أمور رفع الدعم عن الديزل السيد مبارك دعوت وطالبت الحكومة في موضوع العجز إلى تصحيح السياسة الإنفاق وتصحيح هذه المصاريف التي تضاح الحكومة أمامكم في مجلس الأمة في نقاشها لميزانية العوام بعيدا عن قوت وجيب المواطن هل تجد أن الحكومة فعلا أدت هذا الدور ولديها سياسة واضحة في مواجهة العجز والله شوف للأسف هذا الكلام كل واحد يكون في موقع مسؤولية خاصة للنواب أعتقد يعرفون هذا الأمر الحكومة للأسف لا لديها رؤية مالية واضحة لمعالجة هذا العجز لكي أصرحت وطلبت من الحكومة يكونون أكثر جدية في معالجة العجز بعيدا عن المواطن لماذا؟ لأننا لا نعالج أخطاء الحكومة ونقطها على المواطن الذي لا يحول أو قوت له ما هو ذنب المواطن يمكننا خفاظ سعار البترول لكن هناك ملاحظة من متى عندنا فوائض من 2003 وصلنا العجز 2015 يعني 12 سنة فوائض من أول سنة عجوزات أذهب أمسح كل الفوائض يفترض إن شاء الله لا يحدث لكن يفترض لو استمر العجز 12 سنة جدام لا لدينا مشكلة لأن عندنا فوائض بعض الفوائض كانت تقريبا 50% من الميزانية كانت ميزانيتنا تقريبا 11 وكان في 6 و 7 فائض فالفائض كان يفترض إن الحكومة استفادت منها الاستفاد حق الأيام العجزات على قرار 7 العجاف و 7 سمان فيفترض لكن من أول ما نزلت للسعار البترول شفنا بعض التصريحات من الحكومة تصريح محمد العبدالله قال السكين وصلت إلى العظم وزير المالية أنس الصالح قال أن كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قال أن ميزانية الدولة تحقق عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 99 2000 طيب الحكومة لو ستخطو خطوة في مجال تصحيح الوضع المادي للدولة وين المجالات التي تقن المصاريح أولا وقف الهدر وترك المصاريف غير الضرورية من الأجهزة الحكومية ومن المخصصات ومكافآت المسؤولين الكبار والأمور هذه عارف كلها الوفود المهرجانات والمعارض التي تقلص لديك كباب كثيرة تقلص منها أنا ذكرك في أمر رفع الدعم عن الديزل كان الأخ وزير النفط وقتها و لازال الدكتور علي العمير قال بالقاعة أن هذا الرفع الدعم لن يمس جيب المواطن لما تطبق أول من دفع الثمن المواطن سأعطيك مثل التنكر الذي خمس دلاني صار بعشرة طبعا رجع بعد البنيان بالضبط كمثل كمثل ما معناتها أنت يا حكومة تطبي تصريح و لما تقرر قرار تصريحك ليس صحيح فالآن هذا الوضع الذي أنبه منه هناك عجوزات نحن معكم نعالج هذه العجوزات بطريقة علمية لا تمس المواطن لأن المواطن لا لذن في العجز يحدث و لنرجع كلامنا مثلا عندما لديك فوائض سنية يفترض أنك وظفتها صح يفترض الآن تأخذ من هذه الفوائض الآن مطروحة فكرة الاقتراض المباشر أو السندات هذه أمور مالية أنتم يا حكومة تقدرونها عندكم مستشارين عندكم الخبراء والبنك المركزي و وزارة المالية إذا وصلتوا حق حل مقتنعين فيه تحملهم فيه المسئولية السياسية والمالية المجلس لا يعترض عليها لكن على الطريق الاقتراض أو السندات هذا أمر ترى لكن لا تذهب المواطن المواطن ما كان أساسا مستفيد من الفوائض في ليك الأيام علشان ينضر من العجز ما حقه؟ أنت خلك عندك سياسة مالية موجودة يمكن واحد قال زين شلون أنتم تطالبون في الزيادات الرواتي أو كذا أصلا نحن الذي لا نقبل إيقافه التوظيف مثلا لو جاء الحكومة باشا تقول باب التوظيف عندنا 9 مليار الباب الأول خلاص لا يصير هذا مواطن تخرج و يريد من حقوقها أنك توظفه و من حقوقها أيضا تفتح لمجالات العمل في القطاع الخاص من السنين نقول القطاع الخاص يقول أنا لا أستطيع أشتغل في هذه البيئة الغير مشجعة أعطيك مثل الآن المطارة قررتها قبل شم يوم في مبلغ معين أنا أعتقد أن مشاريع البيئة اليوم هي الأوجة في التطبيق أمر ملح بالضبط أنت يا حكومة يقولين ما أقدر يدفع المليارات أوكي اللي تم تم لكن الجاي في مشاريع تنموية كثيرة حولها على البيئة و صدري القوانين اللي احنا قلنا عنها اللي هي كثير منها يحارب الفساد و يحارب الجشع اللي يحصل أحيانا من طب أنا سؤال واحد ما أتجد أن هناك يعني قصور تشريعي في موضوع المقاولين الخارجيين للمشاريع الخارجية أول أن الشركات الأجنبية هي التي تنفذ المشاريع في الدولة لا تجد أن هناك مفروض أن يكون هناك تعديل تشريعي لكي يسمح للشركات وهو صدر قانون البيئة قبل أكثر من سنة و أيضا كانت لنا ملاحظات أنا ما وفقت عليه لكن صدر الآن بدام صدر فهو قانون معمول في الدولة هذا خفف من المشكلة التي كانت موجودة القيود التي كانت موجودة لكن كنا نبي يكون أكثر بس إلا أن مشروعي ينفذ إذا جاني عرض من بره أفضل من الداخل و بمواصفات أفضل و بأقل سعر بالعكس أنا الآن في وضاع مالية أحتاج أني أخفض قيمة المشاريع المشاريع الضرورية ترى في مشاريع أعتقد يعني ما في داعي تقرها و أنت عندك عجوزات لا تدري كم سنة في دراسات تقول لك سنة ونص سنتين ثلاث لكن لو قادت سبع ثمان فعلا ستتأثر لأن للأسف ما استفدنا خبراء النفط يقولون أن برميل النفط لن يعود إلى أسعار القديمة لعدة عوامل صدقني لو في إدارة مالية صحيحة مع توظيف الاستثمارات الخارجية استثمارات ممتازة مع المحافظة على استثمارات البترول الدخول في المصافي بطريقة أفضل مما قاعد يحصل الآن نحن ننتج ممكن ثلاثة مليون أو أقل بعد وقف الخفجي المفروض الكويت لا تبيع حتى نص مواد دخام المفروض عندها المصافي ترى المنصفات الرابعة أظن الآن بدأت تلحلح الموضوع من متى معطل هذا لو شقال المنصفات لها سنتين ثلاث كان أنت بيترول يمكن تبيع البرميل الواحد يمكن 800 دولار لما تعيد مشتقات فكل هذه الأمور للأسف هذه ثاني مرة لماذا قلت لك ليس فقط الحكومة الحالية جميع الحكومات متعاقبة من 20 سنة و أعطيك دليل أول انخفاض رهيب كان في اسعار البترول أو مخيف سنة 99 عدل من 25 26 دولار إلى 9 تقريبا ثلث نفس نسبةها من 120 إلى 40 ما استفدنا تجاربنا ما استفدنا مساء يوم أقول لك التجارب الأمنية افترض لنا عندنا تراث في التعامل معها حتى التجارب المالية كانت تجين أزمة نفس الأسباب نفس تطلع الحكومة التقليص و شد الحزام و يروح من حق المواطن قلص عليه قلص عليه هذا اللي صار على فكرة مع البديل الاستراتيجي يعني كان البديل الاستراتيجي هو حديث الصحف يومي لازم تشوف بديل استراتيجي بديل استراتيجي لكن من بعد انخفاض السعر البرميل ولا كأن للأسف يعني فيه أمور كثيرة عدل تعتقد أن هذه تصريحات حقيقية والله شوف أنا لما أشوف من الممارسة العملية أعرف أنها محقيقية نعم للأسف يعني نتمنى أي تصريح يطلع في ظروف مثل هذه يأثر على وضعك المالي المفروض يكون حقيقي و مدروس دوركم كمشرعين و أعضاء مجلس الأمة في هذه الأزمة يعني نحن نواجه هذه الأزمة من سنة تقريبا يعني أعتقد أن هذا أمر يستوجب أن كل مسؤول عن عدم وضع خطة ملزمة و جادة و هادفة للدولة أن يصعد على المنصة و يناقش في تقصيره و الخلل الذي أدى هذا التقصير له صح شوف المجلس الحالي أول مجلس حسب ما عرفت أنه خصص جلسة كاملة للرد على ملاحظات دول محاسبة على عمل الحكومة و أنا كلمتي في الجلسة قلت يا ليت أننا نعرف أنه مثل الوكيل الوزارة الفلانية أو وكيل مساعد ثلاث أربع مرات تأتي مخالفات من دول المحاسبة على هذه الوزارة و بهذا القطاع و هذا الوكيل نفسه الوزير ما مسؤوليته تجاه هذا الوكيل يعني الوكيل قاعد يحطك يا وزير في موضوع المسؤولية نحن كنواب لا نحن علاقة في الوكيل نحن علينا من الشخص موجود و جيك السنة الثالثة و الرابع هذا اليوم أقول لك المجالس السابق اليوم نحن أمام محك اليوم نحن أمام قيادة الإصلاح لأن محاربة الفساد ما هي سهلة ترى فيه الآن هيئة فيه الآن لجان تحقيق يفترض اليوم أن أي مسؤول حكومي إذا هو وزير فمسؤوليته مباشرة تجاه النواب إذا هو وكيل فمسؤوليته تجاه الوزير و وزير تجاهنا فيفترض أن يتم تعديل نمط الحكومي القديم أن أحد الوزراء قال ما نفعل هذه كذا مرة صارت و أحد النواب في لجنة الميزانيات يمكن لما تحدث فترة من فترات قال حتى العام الوزير قال لنفس الكلام طيب قال لكم نفس الكلام هالسنة ما هي مسألة كلام الآن مسألة أفعال قرارات يا أم تصلح لأوضاع المالية يا أم كل واحد يوضع عند مسؤوليته هل تجد أو هل ترى أن الدولة رؤية اقتصادية تنموية يعني هل المسؤولين في الدولة جادين لبناء هذه الدولة بناء اقتصادي و التنموي و تعليمي يعني ما نبي جابة دبلوماسية لا مو جابة دبلوماسية بالعكس احنا صرحنا كثير و أنا صرح كثير يعني التنمية قاعد نسمع و نشوف أوراق و نشوف خطط و يجونا الوزارة مرات في جلسات و برنامج عمل الحكومة و يشرح لنا على و نطلع ما في تنفيذ ما أبخصك يعني بخصم حق و ما أقول لك ما يكون تنفيذ بالمرة بس دائما الإعلان و التصريحات أكثر بكثير من الإنجازات يعني نحط لحصات إنجازات بسيطة عقب شنو عقب ما استهلكت أو انتهت أهميتها فالحكومة قلت لك في بداية الكلام ما في رؤية مالية و الحكومات اللي قبلها من 99 إلى الآن مفروض عندك استثمارات مالية استثمارات الخارجية يمكن ميزانياتها فيها نوع من السرية هذه الاستثمارات الخارجية و موضوع الميزانية بكمل معك فيه لكن بعد الفاصل الفاصل مشاهدينا و نواصل كاملين في موضوع عجز الميزانية و تطرقنا آخر سيجمنت الإطاف عن موضوع اللي هو الاستثمارات الخارجية للكويت نعم الاستثمارات الخارجية للكويت نسمع فيها في لندن و في الدول كثيرة و بالمليارات لكن هل نجد هذه المليارات و هذه الملايين فعلا لها أثر في ميزانية الدولة و تحسين وضع الدولة الاقتصادي طبعا الاستثمارات الخارجية ميزانية خاصة يعني ما تدخل ضمن تدخل ضمن الإرادة العام للدولة لكن ما يوضع في الميزانية و هذا لما قلت لك قبل قليل يعني عندنا استثمارات خارجية يفترض أن لا تطالها أيدي العبث و للأسف طالتها نعم و اليوم في لجنة برلمانية للتحقيق في الاستثمارات في لندن و راحة و الأخوان هناك النواب طبعا لأسف حصل في خلاف بعد أن تتبع اللجنة هذه أو تتبع اللجنة هذه و أنا كان رأي أن نحن نبي نواب يحققون لجنة الحماية الأموال العامة أو لجنة خاصة و ليس مشكلتنا وهم في النهاية نواب لأن التجربة الأخيرة اكتشاف التجاوزات الكبيرة في التأمينات والتأمينات جزء كبير من استثماراتنا في الخارج لكن يديرها جهاز اللي هو التأمينات ما هي تحت هيئة الاستثمار و عندك أيضا استثمارات هيئة البترول و عندك استثمارات صندوق التنمية يعني عندنا أربع خمس روافض الاستثمارات الخارجية لكن لما طلعتنا سالفة التأمينات الأخيرة و هذه أنا أحب أوضح نقطة الناس لازم تتبه لها هذه قد تكون القضية الوحيدة في الكويت اللي لما الناس تكلمت عن تجاوزات عرفنا الرقم و عرفنا الشخص أو المتهم أو الشخص الذي حجز عليه ترى فيه استثمارات كثيرة صار فيها لعب سواء بالبترول سواء بالاستثمارات لحيئة العام لإستثمارات وتم بيع أصول الدولة بأقل من قيمتها وتم شراءها مرة أخرى بعد مراحل لملكيات أخرى بأكثر بكثير و صار فيه فروقات و عمولات لكن من المتهم كم المبالغ هذا ما تبدو يعني هذا ما أقول لك يعني مثل التأمينات ترى تعطينا دافع للإصلاح أكثر أول مرة نضع عيدنا على مبلغ بحدود المليار و ما ده كم اليوم قريبين مليارين بالضبط عملات أخرى نعم و نعرف منه المتهم و الآن فيه حكام و صدرت و راح تصدر حكام أكثر و شاء الله الأمر لا منظوري للقضاء و صدرت فيه أكثر من حكم لكن هل هذا مثلا موضوع التأمينات و موضوع الهيئة العامة الاستثمار واستثمارات الدولة الخارجية هذه من ضمن دائرة إرادات الدولة و دائرة الحديث عن العجز يعني دوركم كنواب مفروض أن الآن اليد من حديد توجه و تضرب هذه المكام من الفساد الممكن تضيع عموال الدولة بالضبط ولو يعني أقول لك بدون مبالقة استثماراتنا الخارجية لو تم إدارتها بإدارة صحيحة و طريقة مالية علمية صحيحة تغنيك عن جميع البترو كأنك لا تنتج ولا هي لا تدار بطريقة صحيحة لا ولا تنمى بطريقة صحيحة و الدليل على هذا بعض الدول التي نحن من سنة 61 أظن الاستثمارات الخارجية يعني كم سنة 54 سنة في دول في إخواننا الخارجين إن شاء الله الله يزيدهم قطر مثلا بدأوا من عشر سنين الآن تعدوننا كيف فأعتقد أن عندنا مشكلة وهذه اللوم مجلس الأمة قاعد يضع يدها عليها لمعرفة وين المشكلة مثل ما عرفنا في التأمينات التأمينات نسمع سنين و لا أحد يدري ما يحدث الآن عرفنا و عرفنا الشخص المتهم فيفترض حتى الاستثمارات الخارجية مجلس الأمة مقصر لا بالعكس المجلس الآن مشكل لجنة و في لجنة حماية أموال عامة حماية الأموال العام أو عن طريق اللجنة التي شكلت خاصة فكل أني مارس دورها بطريقتها فأعتقد اليوم أن المجلس قام حاط على الطريق الصحيح لوقف الهدر و الأموال لكن مثل ما قلت لك عيوب و مشاكل سنين من الصعب تحلها بسنة و سنتين طيب الاقتصاديين يعني يرون أن سياسة الكويت الاقتصادية هي يعني تعتبر سياسة ريعية أن كل شيء بلاش المواطن يأخذ كل شيء ما يدفع ضرائب الدولة هي المسؤولة الأول و الأخير عن المواطن و المواطن هم الوحيد أن يصرف يعني و هنا وضعت توصيات أن فرض الضرائب و وضع يعني مقارنة بدول الخليج مثلا الإمارات للشوارع للصحة للإسكان لأكثر من أكثر من شيء هل ترى أن هذه رؤية صحيحة لا طبعا الضرائب على المواطنين أنا ضدها جملة وتفصيل زيادة الرسوم أنا ضدها جملة وتفصيل حتى لو كان مقابلها يتحسين الخدمات ماشي بس أنت تقدر لازم تحسن خدمات و أشوف هذا الرسوم الرسوم على الخدمات لكن الضريبة ضريبة الدخل إحنا الدولة عندنا إرادات عندنا بترول و عندنا استثمارات خارجية فالدولة ما هي محتاجة رسوم الخدمات نتكلم عن رسوم الخدمات لما تكون أفضل طبعا هناك أمور الصحية و مشاريع قوانيا موجودة من الزبان و ممكن تقرر خلال مجلس الحالي التأمين المتقاعدين التأمين خلص التأمين لا أتكلم عن التأمين الصورة أشمل حق المواطنين كلها لو أعتقد المواطن يدفع بالسنة 100 دينار و يأخذ علاج أفضل ما عنده مانع لكن الناس تخاف أنه سيكون مثل الآن مثل الصحة هدر و مئات الملايين و لا يقعد أن نأخذ معقول يعني مقابل أقل بالمعقول فأعتقد أنه لا نروح حق المواطن خلونا الحكومة تحل أمورها و هيكلها التنظيمي المالي بطريقة أفضل و إذا وصلتوا حق أي حل جيبوا النقشة نوافق عليه نعارض عليه بكل حرية ديناراضية يعني ما في أمام الدولة في موضوع الخدمات مو الدولة الحكومة 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 نعم ما في أمام الحكومة ل نعم جربنا كثير يعني تحدثوا كثير و ما وصلوا حق حلول يعني حسنة الخدمات يعني تروح وتراجع الوزارات خلاص تعاف الأمر الذي أنت جاي منه على شانه و أنت يمكن شفت كثير من الشركات ما قدرت تعمل الشركات خارجية لأنه عندك رقابة البلدية و رقابة التجارة و الداخلية و الدخول و خروج هذا كل أمر يجعل البيئة غير صالحة للعمل الاقتصادي و الاستثماري فخلوا الحكومة تكون أكثر جدية خلوا الحكومة تقود تخفيف الإجراءات خلوا تقود تحسين الخدمات خلوا المواطن يفكروا بقتها أو يوافق بقتها على زيادة الرسوم في حدود معقولة و رسوم معينة الآن الحركة التي حصل حركة المور و كذا تجبر أحيانا الناس على المخالفات طرق شوية مثل ما أنت شايف فأعتقد أن الإصلاح يعني ما هو سهل لكن يحتاج إلى عقيدة ثابتة بمجلس و حكومة تنظر للصالح العام و لا تجامل في الإصلاح أحد طيب يعني النظرة هذه هل نظرة تشاؤمية لا لا بالعكس للمواطن يعني إذا نائب في مجلس الأمة و شخص مسؤول في الدولة يعني و وضح لنا الصورة بكل شفافية و تشكر على هذه الشفافية لكن يعني المواطن البسيط شو يقول المواطن بالعكس إحنا مع المواطن إحنا قاعد نقول ما راح نوافق على أن ينقلون مشكلة المالية لجيبك يا مواطن هذا ما نوافق عليه لأنه ما لذنب مثل ما قلنا و صرحت أنا فيها من زمان و قلت لك يا عي الحكومة بأجهزتها بخبراءها المواطن المواطن الآن منهك المواطن الآن فيه مواطن راتبة 600-700 دينار الأجار عنده نص راتبة و رأى ابنائه و رأى زوجته و رأى طيب الحل من من أستاذ مبارك الحل الحكومة حضرتك قلت أن الحكومات متعاقبة و هذا ديدا الحكومة في التعامل مع الأمور الحل بيد من لإنتشار الكويت من هذا الواقع الكون في إصلاح من الحكومة تحت رقابة البرلمان المجلس الأمة يقدم اقتراحات قوانين الحكومة يقدم اقتراحات قوانين وتم التصويت عليها بالتوافق و من ثم يتم إعمال هذه الإصلاحات تحت رقابة البرلمان و أمور كثيرة قوانين كلها قوانين أنت ما تجيب أمر بقرارات كلها قوانين و القوانين دائما إذا صار فيه جدية بصدارها درست صح يعني مرات بعض القوانين يجيب اللجنة عندنا و نوافق عليه و يروح حق المجلس و يسير عليه تعديلات و يرده مرة ثانية للجنة ما نبي يصدر ما نحن عارفين أنه يحقق الهدف من صدوره و أقول لك بكل مرارة يعني الكويت ما عندها نقص بالتشريعات ولكن عندها عدم القدرة على التنفيذ كل أمر عندنا من الكويت منظم تشريعي من الأمن للتجارة للصحة للتعليم للبيئة للأمور التي حتى العالم بدأ يهتم فيها أكثر لكن وين التنظيم أنا أعطيك رحمة الخلال في التطبيق الخلال في التطبيق الخلال في التطبيق قوانين البيئة قبل أسبوع أو خمسة أيام مصورين المجرور الماء اللي ينزل المواد المجاري يعني بطريقة صراحة تتألم لما تشوفها في سواحلك وين هذا هذا جريمة كبرى في الدول الثانية تروح حق الصحاري بره بالكويت ما في اليوم من القطاع النبات اللي أكثر من عشرين سنة صادر القوانين لمحاربة الغضاء على القطاع النباتي الرعي الجائر الرعي الجائر وعدم دعم الأعلاف والمواشي بطريقة صحيحة خلت الناس كلا تتكدس في أماكن ما عمل أفراد حيئة الزراعة والبلدية والناس المسؤولة عن أجهزة مراقبة وأخ علي العمير لما أصبح مسؤول عن حيئة الزراعة يمكن صارت مساجلات كثيرة مع النواب على هذا الأمر نحن نرى أخطار ونتمنى من النواب واليوم نرى عدى على مجلس سنتين والباجي إذا رب قدر هذا المجلس يكمل مسيرته ستبقى سنتين يعني خلاص لا يوجد أعذار هناك برامج قبل قليل أنتم متشاعمين أو متفالية قطاع الإسكان أو القضية الإسكانية تبناها المجلس الحالي وصار فيه إنجاز فيها لا نبخص هل ترى أن هناك إنجاز في القطاع نعم مرحليا بالضبط مرحليا تم إنجاز لما البلدية سلمت يعني الإسكان أصرت على أن تستلم أراضي لأن قبل ترى مشكلتنا في الإسكان لا يوجد تسليم أراضي طب تسليم الأراضي أنا أقول لك مثلا في مثلا الناس تسلموا أراضي في صباح الأحمد في 2005 توهمها يسكنون عشر سنين الأراضي التي سلمت مثلا في مشروع توسعة الوفرة والوفرة القائمة و جنو صباح الأحمد و المطلع هل تستلم بيوت على أوراق لا يخالف لا يخالف نحن لا نبيها تطول عندما تستلم تخصص لك الدولة أو حيات الإسكان تخصص لك بيتك في المنطقة الفلانية لا نعذرهم إذا كانوا خمسة سنين على ما يبنون هذا ليس صحيح لكن يفترض يسلموا لك على الأقل ما تجاوز سنة ونصف ولا أنت بان وساكن لكن لا يوجد خدمات لا يوجد يفترض لماذا؟ لأنه يفترض أن الخدمات تعطيها لشركات محلية أو خارجية هناك شركات كورية وبالصينية سألت لك البنية التحتية لكن بيروغراطية اتخاذ القرار كتابنا و كتاب كورمو بالضبط البلدية منك و الإسكان منك و الدفاع منك و النفط منك هؤلث ثلاث هذين وهم سبب المشكلة الإسكانية الآن بدأت تتحلح للأمور يعني الأخ وزير الإسكان قاعدنا معك كذا مرة و سوى جلسة أو جلستين على التسليم على المخططات ترى التسليم على المخطط أيضا يشعر المواطن أنه عرف بيته أفضل من قاعد ما يدري منطقته متى و لا يدري وين رح يصيب طيب أنا عندي السؤال الأخير من من وزراء الحكومة يضع هنا أبو مبارك الحريص يعني هدف للاستجواب في دور العنقاد القادم والله شوف أنا ما أقول لك في وزير معين أنا أي قضية أشوفها أتحدث عنها وتحدثت ثلاث أربع مرات عن وزراء يعني كانت الأسئلة التي قدمناها والمراقبة التي عملها هؤلاء الوزراء يعني كانت الأمور فيها لا أستطيع أستهدف لك أحد معين لكن أقول لك الآن يعني وزراء شوف الوزير الداخلية مسؤول عن الأمن والناس كلهم قاعد تراقب شونه يصير وزير الصحة وبعد الحوادث الأخيرة الناس قاعد تشوف شونه ممكن يسوي هذا الوزير وزير النفط في موضوع الهيئة الزراعة أيضا هذا قطاع مهم وفيه تحت المجهر أيضا يعني ثلاث أربع وزراء عندهم قضايا نتمنى تم حلها بطريقة صحيحة ترضي النواب الأمة حتى يعود الرضاء على المواطن أما إذا الوزير تسئله وتنبهه وتقول له ترى هذه القضية المعينة كذا كذا أرجو تأخذ خطوات فلانية ولا يبدأ أي تجاوب شيء طبيعي رح يواجه استجواب بن مبارك حريص وإن أبن قيل نعم أعتقد دور العقاد القادم يعني رح يتعبون الوزراء ورح تدعب حضرتك معاهم في ظل هذه الأور راهنة السيدنا بن مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة شكرا لك في نهاية حلقتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقات قديمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة